تعد زيارة أسقف مدينة لورد الفرنسية المطران نيكولا بغوفي إلى المملكة زيارة تاريخية كونها الأولى له إلى أرض المعمودية وتأتي أهميتها من أن الأسقف الزائرة هو المسؤول عن أبرشية لورد التي تحتضن فيها مزار سيدة لورد العالمية الذي يرتاده أكثر من ستة ملايين حج سنويا من جميع أنحاء العالم زيارة لأسقف مدينة لورد الفرنسية المطران نيكولا بغوفي إلى الأردن سيقوم خلالها في جولة تستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري يزور خلالها عددا من المواقع الدينية المهمة في الأردن المطران زار بلدية ناور ومن ثم ترأس احتفالا دينيا في مزار سيدة لورد في ناور وأقام فيه صلاة الغروب هذه الزيارة تمثل لنا عور زيارة طيبة وتاريخية إن شاء الله تمثل الأخوة ما بين المسيحيون والمسلمون ونحن في ناور نعتز ونفتخر بالأخى والمودة والمحبة ما بيننا في ناور الزيارة تهدف إلى إبراز أهمية تعاون السياحة الدينية بين البلدين وبين المزارين في لورد الفرنسية وناعور الأردنية ما نريده من هذه الزيارة هو طبعا أن يأتي ليزور ناور يلتقي بشعبها مسلمين ومسيحيين وأن يصلي أيضا في المغارة التي أنشأناها إكراما لمريم العذراء سيدة لورد كما هي في فرنسا ولكن في هذه الزيارة تم تنظيم أيضا زيارات ثانية أولا لمقابلة مسؤولين ومنهم طبعا دولة رئيس الوزراء ومنهم أيضا سماحة المفتي على ما على الخصوصية الأردنية الإسلامية المسيحية ومن ثم هناك زيارات ميدانية لمواقع أثرية هامة جدا مثل موقع المعمودية المغتس برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع عدد من المسؤولين الرسميين وعادد من الأساقف والسفير الفرنسي في الأردن كما سيترأس ثلاثة احتفالات دينية رئيسية في عدة مناطق